السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين أحبب حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي انتابعها السلام عليكم ورحمة الله ومجدد المشاهدين أحبب بعد أن أمسكت حكومة السودانية عدد من الملفات الداخلية واقتربت من إحكام القبض عليها وحققت منجز يتناسب مع المدة الزمنية اللي تولت بيها المهام الرسمية حتى سارعت واشنطن إلى بدء مناوراتها الخفية تارى في مفصل الأمن وتارى في المال والاقتصاد هاي الهجمات الإرهابية وتلاعب بالوارد من الدولار والنتائج المرجوة من العمل المدان تحقيق احتقان شعبي يختصر المسافات ويعطي الضوء الأخضر للاحتجاجات بعد تفاقم المشكلات وعدم قدرة النظام الحاكم في معالجة عدد الملفات فهذه الخطة مدروسة بعناية وبلورتها في الميدان تبدو واضحة لمن يقرأ بين السطور مآلات الأمور ويفكك ترابط الأحداث وتسارعها ملفنا الثاني مشاهدية الأحبار هنتحدث في حصاد هذه الليلة عن الإرهاب الذي لم يكن وحده من أوغل بجراحه في المناطق الخارجة عن سيطرته إنما الثلة الفاسدة كان لها حصة الأسد من مشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة هذا الأثر البالغ في بقاءها على حالها فبعد سنوات على تحريرها لا يزال المشهد دون صورته الكاملة فملف إعادة إعمار هذه المناطق المتضررة خضع لمساحات المناورة من قبل الشخصيات التي تبحث عن تمكين لاستثماراتها الاقتصادية خاصة مع الوفرة المالية للصناديق المخصصة لعمرانها طبعا منح حكومية أخرى دولية غير أنها دون المستوى اللي يرفع من فرص بزوغ أمل إنهاء ملفها ليس لقلتها إنما لحجم الصراع الدائر حولها فملف إعادة أو إعمار المناطق المحررة أو المدمرة ومهما اختلفت توصيفاتها إلا أنه أشبه بمزرعة استثمار الخراب ملفات حصادنا لهذه ليلة نحن افتحها تباع المشاهدين الأحباء ويضيفنا الكرام تتفضل من بقاء ويانا ومتابعتنا ترجمة نانسي قنقر مجددا حياكم الله ومشاهد يا الأحبة ورحب بضيفي الكريمين أستاذ علي فضل الله المحلل السياسي وكذلك في السوديو أضيف الكريم الأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الأقليمي للدراسات حياكم الله وضيوف الكرام أستاذ علي فضل الله نبدأ ما حضرتك نتحدث اليوم خلي نبدأ بصلب الموضوع بصراحة بدون ما نقدم له يعني كيف تقرأ التحركات اللي تمارسها أمريكا كوسائل ضغط على رئيس الوزراء رغم أن الفترة اللي استنبهها سدة الحكوم واستنبهها الحكومة العراقية لا زالت قليلة وهذا الضغط على السوداني هل يقرأ حتى تكون هناك زيارة لواشنطن يتم من خلالها استكمال مسيرة الاتفاقات المبرمة مع الحكومة السابقة شكراً لهذه الاستضافة سيد أحمد تحية طيب الحضرتك والضيف الكريم لك كل التحية قطعاً علينا أن نستذكر أنه مستوى التدخل للأمريكي منذ عام 2003 ولحد الآن الأمريكا تحتاج دائماً في العراق على صناعة الأزمات وآخر الأزمات خلينا نذكر أزمة الانتخابات وطريقة التعاطي والتلاعب بالنتائج وما آل إليه حقيقة المشهد السياسي من أزمة كبيرة وصلت إلى حد الاختناق السياسي وقد وصلنا إلى مرحلة بعد لطف الله وصلنا إلى مرحلة كان من يمكن أن نصل إلى مرحلة الاقتتال الداخلي لكن اللطف الإلهي وعقلة الخطاب من كثير من الطبق السياسي استطعنا أن نتجاوز هذه الأزمات أمريكا كانت ترجح حقيقة موضوع تقريب مشروع ما يسمى الأغلبية السياسية لكنها لم تكن حقيقة تستطيع أن تصل لهذه المرحلة ودعمت بعض القوى السياسية على حساب القوى الأخرى بل هي كانت تذهب إلى أبعد من ذلك تجريف بعض القوى السياسية أو ما يسمى الآن قوى الإطار التنسيقي لكنها أيضا فشلت لكن هذا الفشل دائما بالليبرالية للنظام الليبرالي أو النواء الليبرالية دائما نقول أنه النظام لا يحترف بالفشل بل يبرر ويعمل على استبدال الخطة أليف بالخطة والخطة بالخطة جيل لذلك هو ذهب الآن إلى أنه بعد التسليم وعجز المشروع الأمريكي في موضوع تجريف هذه القوى أراد أن لا يعطي الفرصة لقوى الإطار التنسيقي والحكومة التي انبثقت من هذه القوى أن تحقق منجز وبالتالي تحقق جسور ثقة ما بينها وبين الشارع العراقي فذهبت بعيدا إلى الملف الأمني والملف الاقتصادي فكل الملفين يتعامل مع حياة المواطن العراقي وهم بتماص وتأثير هذين الملفين كبير وسريع جدا على حياة المواطن العراقي على المستوى الأمني حقيقة أمريكا تدرك جيدا مهما فعلت لن تصل إلى تحقيق أهداف ستراتيجية خصوصا بعد انبثاق هيئة الحجد الشعبي هذه القوى الساندة لقوى الأمنية العراقية والقوى العسكرية العراقية لكن الملف الاقتصادي هو الملف الأسرع وفعلا بدأت معركة يعني منذ اليوم الأول عمدت إلى تطويق هذه الحكومة والعمل على إزاحة نظر المواطن العراقي عن مجموعة المنجزات التي تحققت خلال فترة قصيرة جدا قرابة ستين يوم من خلال العمل التشخيص حضرتك أستاذ علي لهذا الملف الاقتصادي هنا لربما هو هذا صلب الموضوع وارتفاع الدولار خلينا نرحب بضيف الكريمة عبر سليمانية عبر سكايبة سيد الدكتور همام الشماء المستشار الاقتصادي من أربيل حياك الله دكتور همام لا زال معي دكتور همام بينما يرجع عنه دكتور همام أستاذ علي الصاحب جد الترحابي بحضرتك نتحدث عن ارتفاع سعر الدولار هذا الارتفاع المفترد الملفت للنظر فسر الخبراء الاقتصاديون والمحللون السياسيون بأنه ضغط سياسي أكثر مما هو ارتفاع عرض وطلب وحاجات السوق كيف تنظر إلى هذا التفسير نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام من الله عليك وعلى ضيف الكريم عليك من الله السلام وعلى ضيفك من الإقليم حقيقة البنك المركزي العراقي حتى يكون بعلم الجميع من أقوى البنون في الشرق الأوسط باحتباره يحتوي على وفرة مالية كبيرة إضافة إلى خزين من الذهب والعملات الصعبة إذن ما يحاك أو ما يدار بأن هناك قفزة بسعر صرف الدولار هي قرصنة أمريكية واضحة المعالم أرادت من خلالها الضغط على حكومة السيد السوداني الذي بدأ يسير بعكس اتجاهها مقترباً من المحور الصيني التي تحسب له أمريكا ألف حساب إذا ما عرفنا بأنها ربما تعيد نفس اللعبة مع السيد عادل عبد المهدي ولكن ربما بأدوار خبيثة مختلفة هذه المرة تلك عزفت على جانب التظاهرات الشعبية ودفعت من أجل إصطاط حكومة عادل عبد المهدي ولكن هذه المرة جاءت بلعبة قذرة أيضاً عندما ضغطت على السوق العراقية التي لا توجد أي مبرر لارتفاع سعر صرف الدولار بالعكس كان من المخطط أن تكون هناك انخفاض بسعر الصرف أمام الدينار العراقي باعتبارنا نملك المال ونملك المال الريعي من جراء بيع النفط ولكن كما قلت أمريكا سعت لكن للأسف الشديد هناك أجدات داخلية ربما ساعدت هذا المخطط الخبيث من خلال تجار الأزمات ومن خلال من يسعى إلى شراء كل الدولار المطروح بالسوق أما ما تدعي أمريكا من أن هناك خمس أو أربع مصارف مشبوعة تحول العملة إلى الخارج فهي أكذوبة سادجة واضحة لأن أمريكا إن أرادت أن توقف عمل هذه المصارف لا أوقفتها منذ مدة ولكن هي تتحجج وتتبجح بهذه الأعذار الواهية المفروض من الداخل العراقي أن يكون أقصد بالداخل العراقي السياسي أن يكون صفاً واحد لتحدي هذه الأزمات ولمساندة السيد السوداني في كشفه لملفات الفساد إضافة إلى العامل الآخر الذي بدأ يظهر على الساحة وهو الإضطرابات الأمنية أو خلايا داعش النائمة وكل عاقل يعرف بأن داعش ما هي إلا ذراع أمريكي زرعته في المنطقة لتكون ورقة ضغط أخرى إضافة إلى الأوراق التي تحتفظ بها ولكنها ستفشل جميعاً طالما أن العراقيين قد فهموا اللعبة وعرفوا الدرس فهم هذه اللعبة أستاذ علي فضل الله واستخدام ورقة المال والاقتصاد لا يمكن الاستعانة بفاعليتها بارتدادات عكسية بأن تثبت الحكومة جدارتها تثبت قوتها تحول هذه التحديات إلى فرص للنجاح خصوصاً وأن السيد السوداني كان من أوائل من نادى حتى منذ أن كان بنائم برلمانياً أول من نادى في هذا الموضوع تخفيض الدولار لأنه وحذر أنه احذروا صوت الجياع تسمح لي دكتور أستاذ علي فضل الله خلينا أنتقل إلى الدكتور همام الشمع حتى نكسب الوقت مع دكتور همام لأنه انقطع الاتصال قبل قليل دكتور همام هذا الضغط السياسي كيف من الممكن أن يصرف عبر الضغط الاقتصادي إذا كنت مقتنع بهذه النظرية يعني تحياتي لكم والضيوف الكرام لك كل التحديات يتحدثون بموضوع سياسي وبعيداً جداً عن التحليل الاقتصادي بالجانب الاقتصادي الفدرالي الأمريكي والأخزان الأمريكية وضع الخيود على المصارف التي تقوم بغسيل الأموال وتعمل لصالح أجندات خارجية بتهريف هذه الأموال في مصطحتها ضعيداً عن مصطحة العراق التجاري نافلة بيع وشراء العملة هي نافلة مخصصة أصلاً لكمويل التجارة الخارجية بشكل متواصل من إرادات النفق العراقي والتي تتم بالدرع الملات المتحدة تمارس الآن عقوبات على هذه المصارف وعلى تبعيتها أو أصحابها الأصليين والذين تعتقد الملات المتحدة أنه إيران والدول التي تلتصق بمسيرته وبالتالي الإجراء هو إجراء أمريكي بحث أنه ليس هناك عوامل فنية أو إرادة محلية في تغيير سعر الصالف بعد أن هناك نوع من المضاربة نشأة في الداخل نتيجة لشعور الناس بأن هناك احتمالية بارتفاع أكبر بسعر الصالف وبالتالي خسارة لقيمة أموالهم المدخرة بالدنار العراقي هذه خلاصة الأمر أما التحليل السياسي فأنا خارج عنه وسوف أسحب من هذه الحلقة شكراً جزيلاً لكم نحتر مجهة نظرك دكتور همام الشمع ولكن هناك أيضاً الكثير من المقاربات السياسية والاقتصادية بطبيعة الحال يجب أن نوسع وجهة النظر حتى نفهم مجرات الأحداث ونقدر جداً انضمامك معنا وإن بقيت على الرحب والسعوة نستفيد من إثراءاتك المعرفية والاقتصادية دكتور صالح عليش فضل الله يتحدث ضيف الكريم من دكتور همام الشمع ما أعرف أستاذة لا تسمح لي شون اللي يغثى حتى ينسع بحضرته وشون اللي يقدمه من التحليله الاقتصادي أصلاً هاي اللي بالشارع يبيع لبسطية خليسمعني قبل أن يطلع من إذا سمحت لي والله أبو البسطية حليل أكثر من عده وأنا أسأل عن كلامه وأنا رئيس المركز الإقليمي شونه خمس مصارف شونه تتهرب العملة أمريكا تعرف داء اللي تمشي على الأرض الدابة تمشي على الأرض ما تعرف المصارف الخمسة المتهمة شونه الكلام هذا اللي ما بمنطق لو تحكي بالمنطق لو تسكت رحم الله من امرأي عرف قدره نفسه حسن تسوي نفسه خبيل اقتصاد وأنت أبجدية الاقتصاد أبو رجلها سوى قال أنه الموضوع موضوع سياسي ليس اقتصادي ولكن هل هناك فرق في هذا الموضوع أستاذ عاري فضل الله بين السياسة والاقتصاد أم أن الموضوع إلى علاقات ارتباطية مهمة واليوم أيضاً النائب سند كشف الكثير من هذه الضغوطات السياسية التي بدأت تتضح عبر ارتفاع سعر الدولار حتى التحديات الأمنية كان لها دور سيد أحمد جل احترام لي كلام الضيف مؤسف حقيقة عندما نسمع كلام من النخبة بهذا المستمر السياسة توظف كل العلوم حقيقة من أجل السياسة توظف الطب وتوظف الغذاء وتوظف الاقتصاد والأمن كل من أجل السياسة بالتالي دائماً المجال السياسي ومن التحكم بكل هذه المجالات يعني كلنا نتذكر أزمة كورونا ومآلات هذا الموضوع والآثار السلبية طبعاً هناك تعمد هذا الموضوع معروف يعني عندما نتكلع عن موضوع الاقتصاد وما حدث حقيقة تحديداً في العراق خلينا نذكر أنه في حكومة الكاظمي كانت مبيعات البنك المركزي تصل إلى أقرابة 300 مليون وكان التهريب على مستوى عالي جداً لماذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة تلك المصارف في تلك الفترة الموضوع واضح أنه هناك كان سياسة ترسم من قبل الجانب الأمريكي على لبنانة العراق ولكن على مستوى لا يصل إلى حد كسر الحكومة السابقة لكن الآن بما أن الحكومة باحتقاد الجانب الأمريكي وهذا ما قلت في بداية الكلام أن هذه الحكومة تعتقد يتابع لقوى الإطار التنسيقي ولا تريد لقوى الإطار التنسيقي أن تنجح وكذلك هذه الحكومة أن تنجح مع الشارع العراقي خصوصاً بعد فشل مشاريع كثيرة للولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بعيداً واستغلت الورقة الاقتصادية باحتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم تحكماً كاملاً بالاقتصاد العراقي هل تعلم السادة أحمد مبيعات النفط قرابة كل شهر أربعة مليار دولار ما يصل إلى البنك المركزي لا يتجاوز المليار أما الثلاثة مليار يعني قرابة خمسة وسبعين بالمئة من المبيعات تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي أو المصارف الأمريكية أو ما يسمى بالسندات الخزينة الأمريكية كل هذا حقيقة استثمار غير مشروع وبدون رخصة من قبل العراق لذلك الولايات المتحدة الأمريكية استغلت الورقة النقدية أو الورقة المالية أو الورقة الاقتصادية من أجل كسر حكومة السوداني طبعاً هنا من المفترض الحقيقة أن تكون لدينا مناورات أولاً موضوع النفط واستغلال النفط العودة للاتفاقية الصينية الاتفاقية الصينية الساد أحمد الآن نحن نفعل الاتفاقية بقرابة خمسمائة ألف برميل يومياً مع الصين نستطيع أن نتجاوز كل هذه الأزمة وذا يتسأل صدرك يعني خلينا أنطي بس مقاربة قد مقاربة أستاذ علي يعني مو هي هاي الأساس يمكن حتى في حكومة عادل عبد المهدي كان أنه هو هذا المحرك أو المستفز الرئيسي لأمريكا شوف اليوم هذه الاستفزازات إن صح التعبير راح تحرك الجانب الأمريكي مثل ما بداية تحرك هسه استخدام ورقة الشارع والاحتقان الشعبي ساد أحمد الخطأ اللي وقع بالدكتور عادل عبد المهدي وحكومته إنه لم يكن هناك تهيئة حقيقة للشارع العراقي لموضوعة الاتفاقية الصينية مع وجود نقمة كبيرة جداً من قبل الشارع العراقي على الطبقة السياسية وضبت هذه الأمور وبالتالي أصبح هناك تأليب للشارع العراقي اليوم الشارع العراقي نادم كل الندم على أقل تقدير مع جل احترامي لكل الشعب العراقي لكن على أقل تقدير في الوسط والجنوب الآن حقيقة مطلب الشارع العراقي العودة الاتفاقية الصينية لذلك من المفترض هنانا من خلي الأمور تستغل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من المفترض أن نبادر بالضد النوعي وأن نحقق توازن وهذا ما سوت السعودية في موضوع حقيقة القمة الصينية الخليجية أو القمة الصينية العربية السعودية تدرك أن هناك قانون قانون نوباك اللي هو أعتقد يسمى قانون منع الاحتكار النفطي من المفترض أن يقرب من قبل الكونجرس الأمريكي والغرض من عنده سيطرة على أسعار النفط وكذلك بعض الإشارات إلى موضوع حقوق الإنسان السعودية وبمناورة براغماتية راحت وحقيقة عملت على صناعة مذكرات قرابة تسع مذكرات قد تصل إلى مستوى الاتفاقية وكأنها رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تلعبوا بالنار فلدينا البديل الآن نحن من المفترض أن نعوض هذا النقص الهائل في موضوع العملة النقدية بأن نعوض السوق العراقية بدولة جديدة أو أسواق جديدة من خلال التعاقد مع الصين والصين حقيقة تتمنى أن يكون لها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع العراق بهذه الشاكلة مع السيطرة بالمناسبة على النوافذ الاحتكارية لبيع العملة الصعبة وكذلك السيطرة على طريقة الشراء هناك تعمد وهناك تجار سخروا من أجل شراء العملة بأعلى سعب من أجل هز السوق العراقية وبالتالي إرباك الوضع الاقتصادي هذه النقاط تحتاج إلى يقظة هذه النقاط وأيضا قارنت وضع العراق باللبنة أشرت هذه النقطة المهمة أستاذ علي الصاحب يما أتحدث سيد فضل الله عن هذا الموضوع تلاحظ أن هناك مقاربات من الممكن أن تضغط الولايات المتحدة بهذا الاتجاه أخضاع الوضع العراقي إلى وضع مشابه في لبنان في غير من هذه الدول انهيار العملة هذه الورقة ورقة الاحتقان الشعبي وتأليب الرأي العام ضد الحكومة هل من الممكن أن تنجح في هذا الوقت بالذات أم أن الحكومة بالتأكيد أنها قد وعت وهذه المؤشرات سجلناها ورصدناها رصدًا إعلاميًا وحضرتكم أيضًا سجلتوها كرصدًا سياسي بالتالي كيف من الممكن أن تكون معالجات سريعة حتى تتوقف هذه الضغوطات نعم يعني بكل تأكيد سيد العزيز عندما جاءت أمريكا غازية إلى العراق كونت أو قررت ما تسمى بلبلنة العراق أي أن جعل رئيس الجمهورية من المكون ورئيس البرلمان من المكون ورئيس الوزراء من المكون آخر وهي بهذه أوقدت أول أو فتحت أول باب للفتنة بين هذه المذاهب والطوائف والعراق لم يبنى على هكذا حكومة ولكن هي كانت متقصدة بهذا العمل حتى تكون سريعة أن تدب الفتنة بين أطياف الشعب العراقي وبالفعل تحاول بين الحيل وآخر أن تشعل هذا الفتيل مرة تضغط على هذا الجانب ومرة تضغط على هذا الجانب هناك من فهم اللعبة وأدرك تماما بأن العدو الأكبر هي أمريكا كما يقول الراحل أنور السادات عندما يقول المتغطي بأمريكا عريان قسم من الشعب العراقي وليس كله للأسف أيقن تماما بأن أمريكا لا تريد بالعراق خيرا اليوم جاءت بثوب نجس جديد تريد من خلاله هيجان الشعب أو الحركة الشعبية العراقية لكنها لا تريد أن تفتح نفس الملف الذي فتحته في حكومة عادل عبد المهدي ولذلك سارعت للتحريك أدواتها وأجنداتها ونحن نسمع الأصوات النشاز الذي يبرر ما تقوم به أمريكا من غلق سبع خمس مصارف كان باستطاعتها أن تغلق خمس مصارف ولكن وتسمح بفتح أخرى الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي تحاول جاهدة إلى سلم أنت أيضا عندك بنك مركزي أستاذ علي رئيس الوزراء اليوم التقى بمحافظة البنك المركزي هل من الممكن أن نجد مسالك اقتصادية يعني تجنبنا هذه الضغوطات السياسية؟ أستاذ أحمد إذا افتقدنا إلى شيء فربما نفتقد إلى الإدارة الحقيقية لإدارة الأزبة وهذا ما عبر عنه سيد السوداني في أكثر من لقاء بالمسؤولين الرجل يريد أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ولكن ربما هي المحاصصة المقيتة ربما هي التوقيتات التي فرضتها عليها حتى الأجندات من الداخل والخارج التي جعلت بعض الشخصيات التي تتولى هكذا أماكن حساسة يعني نحن اليوم بحاجة إلى خلية نحل خلية أزمة اقتصادية لحل هذا مسألة الدولار وأنا متأكد بأنها تستطيع بسهولة تحل لولا أن هناك تدخل وضغط أمريكي وللأسف أجندات من الداخل تعمل على سلب الدولار من الشارع وبالنتيجة من باب العرض والطلب تكون هذه الأزمة لا توجد أزمة ولا يمكن ربط واقعنا بالواقع اللبناني باحتبار كما قلت في بداية حديثي لدينا خزين مالي كبير ونحن بلد ريعي نحتمد على مبيعات نفطنا الكثير وأسعار النفط لا زالت قوية إذن لا توجد خطورة لكن في نفس الوقت الخطورة تكمن في حجم المؤامرات من الخارج والداخل طيب مهنانا أيضا عندنا ضغوطات أخرى واجهة حكومة سيد عدل عبد المهدي يسار علي فضل الله نتذكر قضية الكهرباء وجنرال الكتريك وسيمنيز في مصر تم تطبيقها ومشت الأمور طبيعية ومصر تنعم بالكهرباء ولكن العراق لا زال هذا الواقع السياسي اليوم يكون ضغطا ولبنة العراق بالتالي إجراءات حكومية هذه الحكومة عندما حضرتك أنه تقول أنه حكومة إطارية حكومة خدمات حكومة تحالف إدارة الدولة ما أتصور أنها ضعيفة إلى الحد الذي لا تواجه به كل هذه التحديات لا قطعا من المفترض نستثمر هذا الموضوع أولا وجود نصف زائد واحد تقريبا من أعضاء البرلمان العراقي تابعي لقوى الإطار التنسيقي هذا الموضوع يوفر حقيقة دعامة قوية للحكومة الآن السيد عادل عبد المهدي جاء حقيقة من لم يأتي من كيان سياسي يمثله بل جاء كحالة وسطية أو شخصية مستقلة ظرف السيد السوداني يختلف بالكامل جاء مرشح لأكبر قوة سياسية وتحالف قوى الإطار التنسيقي فبالتالي الوضع يختلف الأهم من كل هذا وأنا شرت إلى هذا الموضوع في بداية كلامي أنه واقع السيد عادل عبد المهدي لم يكن مهيئ لاستقبال الاتفاقية الصينية بعد ما كان هناك إعلام حقيقة راق جدا من قبل بعض القنوات العراقية المحلية ومن بعض المحللين والصناع الرأي ومواقع التواصل السماعي أدركنا جيدا فائدة الاتفاقية الصينية لذلك اليوم لم تلك أسلحة كثيرة جدا لا أتفق حقيقة مع الضيف السادة علي في موضوع أنه وجود بعض الشخصيات وهناك محاصصة الآن لا عذر حقيقة للسيد السوداني هو الآن رئيس وزراء ويتحمل هذه الحكومة بكامل مآلاتها علينا أن لا نجد أعذار لتبرير الفشل علينا أن نبحث حلول حقيقة نتجاوز بهذه المنزل والأدوات الملوثة الآن الموجودة في هذه الحكومة مع جل الاهترامي والتي كانت تعمل مع الحكومة السابقة من المفترض أن تكون لدينا الشجاعة وأن نقتص من هذه الأدوات التي تعمل على مساعدة الخارج على إفشال الحكومة لذلك نحتاج الآن إلى جرأة في موضوع صياغة القرارات والعمل على إيجاد حلول برأي العراق يمتلك أكثر من حل يستطيع أن يوظف به وبالتالي يطغط على الجانب الأمريكي حتى موضوع البنور نحن بالمناسبة الجانب الأمريكي يتعامل حقيقة مع البنق المركزي العراقي ولا يتعامل مع البنوق الأهلية فإذا ما تم إغلاق بعض البنوق الأهلية من المفترض الأرصدة التي كانت تحول لهذه البنوق تذهب إلى بنوق أخرى تعمل الآن وبالتالي نحافظ على مستوى ضخ العملة لكن هناك تعمد وبالتالي نحتاج إلى دبلوماسية جريئة مع الولايات المتحدة الأمريكية ونقول أنه نحن نمتلك أدوات كثيرة سواء في الداخل أو من خلال السياسة أو الدبلوماسية الخارجية لذلك أنا أقول ورقة الصين يجب أن تكون حاضرة الآن ويجب أن تشهر بوجه الجانب الأمريكي وإلا هذا الموضوع مع تقادم الوقت سوف يأخذ من الحكومة الكثير وقد يهيئ الشارع العراقي خصوصاً وأنه لك بعض القوى السياسية تنتظر فشل الحكومة وبالتالي تكون ذريعة لخروج جمهورها مع وجود جمهور رمادي قد يتعاطف مع هذا الفشل وبالتالي لا نستطيع أن نسيطر على السوق العراقية نقول نحتاج إلى إجراءات كبيرة وكثيرة وسريعة جداً من قبل حكومة السيد السوداني خصوصاً على مستوى السلع الأساسية الغذاء والدواء يجب أن تتدخل الدولة الآن وبالسرعة الممكنة عن طريق وزارة الصحة ووزارة التجارة تغطية حاجات المواطن العراقي لأن هناك تلاعب متعمد يعني ما هدت الكثير لربما حتى وجهة نظر حكومية أستاذ علي الصاحب هل يحاول السوداني من وجهة نظرك بأن يرتب الأولويات من جديد بأن هناك بعض الملفات التي من الممكن تأجيلها خلنفترض التواجد الأمريكي خلنفترض بعض الأمور التي تجعل أمريكا تضغط بهذا الاتجاه بالتالي يعيد موازنة هذه الأمور نعم يعني في رداً لزميلة وأخي أستاذ علي يعني أنا أقول للمساحة التي أعطيت لسيد السوداني عند تشكيله للحكومة والوعود التي وعدت به ليس فقط الإطار بل حتى تحالف إدارة الدولة وأنه سيترك له المجال في اختيار الوزراء وفي تشخيصهم وفي تشخيص الخلل عادت اليوم من جديد نفس هذه الكتل تضغط بقوة أنت اليوم لو تلاحظ موضوع جداً مهم وهو تأخير الموازنة لحد الآن لم تقرر الموازنة ليست لأن وزارة التخطيط أو وزارة المالية أخفقت أو تأخرت ولكن هناك كتل سياسية ودعنا نسميها بالاسم مثل التحالف الكردستاني البيت الكردي بحزبيه الثاني يضغطون على الحكومة المركزية واللي متمثلة بسيد السوداني من أجل أن تكون نسبتهم في الموازنة 17% إضافة إلى إلغاء قانون النفط والغاز اللي أقررت المحكمة التحدية والذي هو واجب التنفيذ هذه من جهة اليوم أيضاً عندنا المكون السني يضغط على السيد السوداني بإلغاء قانون اشتثاث البعث مرة وترك المكان جرف النصر أو ما يسمونه جرف الصخر من القوة الماسكة رغم أنها أرض رخوة والكل يدرك بأن هناك كانت جيوب لداعش وجيوب للإرهاب هذه كلها عوامل ضغط على السيد السوداني إذن أين المساحة وأين أنت تحمل مسؤولية شخص إذا ما منطي الحرية الكاملة نحن سمعنا هذا هؤلاء أخوة يوسف عندما يوعدون بشيء كما يقول يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ تعلبه وبالنتيجة سيد السوداني لا يتحمل الإخفاق وحده لطالما لم تترك له المساحة لوحده هناك عنده قرارات وقوانين كان تقريبا يحاول أن يغير الواقع بدأ بمعالجة الفساد بمكافحة الفساد وشفت حضرتك كم الحرائق والإخفاقات وحتى الخروقات الأمنية أنا متأقل أنها خروقات سياسية عادت اليوم من جديد الورقة الاقتصادية لأنه سيد السوداني وعد الشعب بأن يكون هناك تخفيض لسعر الدولار إذن هناك قوة معادية من الداخل ومثل ما يقول أن حرام البيت ما يلزم هي التي تعرق السير الحكومة لست مدافعا عن السيد السوداني ولست منتميا إلى أي جهة سياسية ولكل يعرفني لكن الحقي قال أن الضغوطات التي تمارس سواء من الخارج ومن الداخل أكبر من أن يتحملها شخص بوحده رغم عمر الحكومة القصيرة شكرا لحضرتك الأوساد علي الصاحب رئيس المركز الأقليمي للدراسات أثريت الحوار في هذا الملف وستفضل معي بالبقاء الأوساد علي فضل الله كنتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة حياكم الله مجدد المشاهدة أحبة وجدد ترحابي بضيفي الكريم المحن السياسي أرسال علي فضل الله حياك أرسال علي وكذلك ورحب بضيفي الكريم أرسال ورأس المشهداني البحث في شأن السياسي سواء أرس لسنوات عديدة ما استطاعت الحكومات المتعاقبة من السيطرة على ملف الأومال مخصصة لصندوق عادة المناطق المحررة أو المناطق المتضررة آخر هذه الملفات ما كشفت هيئة النزاهة عن وجود سجلات فارغة بدون تواقيع وفقدان سجلات أخرى الآن ماذا تعزو هذا السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والضيفة الكريم يعني حقيقة هي المحافظات المحررة والمتضررة نتيجة الإرهاب هي إلى الآن تعاني أنه ما وصلت معونة معونة صندوق عمار المحافظات المحررة وهذا يدل على أنه هناك هيمنة سياسية هناك قوة فارضة قرارها على هذا الملف وهذا الملف كان المفروض يعني من المفترض أنه في حكومة 2018 يتم يعني متابعة هذا الملف من قبل السلطة التنفيذية ونحن نعرف أنه السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار الأول وصاحبة المال والسلاح ليش هذا اليوم الصندوق ما أخذ حريته؟ ليش هذا أصبح هو يعني تحت قرار الأحزاب تحت قرار قوة يعني داخل هاي المناطق وبنفس الوقت نقول ليش أنه جزء من هاي المناطق وهاي المحافظات دا يتم أعمارها والجزء الآخر بكلها صحراء قاحلة وكلها إلى الآن مجمعاتها السكنية اللي ضررت نتيجة الإرهاب إلى الآن ما تم حتى رفع الركام والأنقاض عنها يعني اليوم استبشرنا خير في حكومة السيد محمد الشيع السوداني والرجل أعطى برنامج يعني واضح للحكومة وطلب أريحية أن يكون عندها أريحية وقرار يفرض قراره في متابعة الملفات في متابعة الفساد اللي أصبح منظومة مفعلة داخل مؤسسات الدولة لكن هذا الكارثة في صندوق أعمار المحررة هذا القاصة اللي تحمل ما تحمل من أموال واللي من رحمها تم إنشاء أحزاب جديدة وتم دعم جهات يعني حتى ما وصلت الجهات إلى أنه توصل يعني معونة إلى الناس لهذا السبب اليوم يعني الكثير من الملفات داخل هاي المناطق وحتى في مناطق حزام بغداد ما نوضعت إلى هالحلول ونشوف الحكومة في سبات وما عندها متابعة ومراقبة اتجاه هاي المناطق ليش إنه إحنا اليوم دم طالب في شراكة وطنية دم طالب إنه يعني أنصاف المواطن العراقي ككل إنه المتابعة تكون من الحكومة ندعم دولة المؤسسات ندعم قضاء عادل ندعم يعني فرض قرار السلطة في الاتجاه اللي يحي واقع المحافظات والمناطق هاي اللي يعني أصابها من المآسية وجرعة المر وإحنا اليوم نقول إنه لابد إنه راح تجينا حباية العافية لابد إنه راح يطلع لنا من رحم هاي الحكومات وهاي الأحزاب قوة إنه ممكن راح تسعفنا وتضمت جراح المواطن لكن إلى الآن دم نشوف إنه تمييز في التعامل ويعني حجب في الرؤية عن جهة وتسليط نظر على جهة أخرى نطالب من حكومة دولة رئيس الوزراء إنه يتم تشخيص والوقوف على يعني استجلات ما بها تواقع وأموال رايحة إلى مشاريع وهمية ومشاريع متلكئة في ظل وجود شركات داخل مؤسسات الرسمية والمعترف بها مدى تنجز وما عدها أعمال مماثلة وما عدها أموال طيب الشركات هاي اللي دا تعمل في بعض المحافظات وهملة أخرى ليش مدى يتم الوقوف عدها ليش مدى ينتشخص الخلال ليش دائما إحنا نريد نقصي يعني نقصي بدون ما تشخيص المرض فيا دولة رئيس الوزراء يا شركان بالوطن إنه إحنا نطالب في هاي المحافظات وفي مناطق حزام بغداد إنه يتم رعاية هاي المناطق من قبل الدولة الأم والدولة اللي هي صاحبة القرار وصاحبة السلطة وصاحبة المال والسلاح أستاذ أوراسي عن هذه المطالبة أخذ العكس على أستاذ علي فضل الله لما يكون تخصيصات مالية كبيرة أستاذ علي خصصة لإعمار هذه مناطق المحررة سواء في الموازنات المتعاقبة للحكومات المتعاقبة والحكومات اللي سبقتها الحكومة أو ما قدمت الدول المانحة ومؤتمر الكويت ليس ببعيد للمانحين لأنها كما يبدو لم تذهب إلى مستحقيها ومطالبة سيد ورأس المشهداني بأن يكون هناك أنصاف لهذه المناطق شركاء الوطن وليس قضية شراكة وطن بقدر ما هو مواطن له كل الحقوق وعليه الواجبات التي أداها بالتالي كيف تنظر إلى ما تقدمه حكومة الخدمات تجاه هذه المناطق المحررة الموضوع الفساد المال والإدارة في هذا الموضوع تحديدا نعتقد تقفره أسباب كثيرة جدا أهم هذه الأسباب وغياب الجانب الرقابي الشفاف وغياب الجانب الرقابي جاء بطريقتين أولا السلطة التشريعية والتي الآن تتفرد حقيقة بموضوع الرقابة على عمل السلطة التنفيذية هي الجهة التي تسيطر برأي تقريبا من خلال بعض الشخصيات وتحديدا شخصية رئيس البرلمان قد ينفرد في هذا الموضوع أنه يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في موضوع غياب الرقابة على عمل وأداء الشركات داخل هذه المناطق وبالتالي نجد أن هناك مشاريع وهمية كثيرة جدا الغرض منها توظيم حقيقة هذه الأموال لتذهب إلى حزم معين بعينه أو لشخصية معينة بعينها سواء في المحافظة سين أو في المحافظة صاد هذا الجانب جاء أيضا بمساعدة ارتباك الوضع الأمني والسياسي منذ عام 2019 ولحت تقريبا عام 2022 برأي هذا الموضوع أيضا أعطى دفعة معنوية كبيرة جدا للأسف للفاسدين للإثراء بالمال العام واستغلال غياب الجانب الرقابي بالإضافة إلى وجود برأي بدأت تبرز ديكتاتورية سياسية في هذه المناطق وبالتالي وجود هذه الدكتاتورية السياسية بدأت تستغل هذا الموضوع من أجل الإثار بالمال العام على حساب إعمار عفوا المناطق المتضررة جراء الإرهاب اللي حصل في هذه المحافظات برأي هذا الموضوع يحتاج إلى وقفه أولا من قبل السلطة الرقابية البرلمان العراقي ولا نعتمد على هيئة الرئاسة من المفترض أن يكون لكل البرلمان أداء واضح في موضوع الرقابة الجانب الآخر من المفترض الأجزاء الرقابية التنفيذية للحكومة الاتحادية وتحديدا ديوان الرقابة المالية أن يكون له حقيقة صولة في هذه المحافظة والأهم من كل هذا من المفترض أن تتعاضد القوى السياسية السنية في المناطق المتضررة جراء الإرهاب وأن تكون لديها وقفة قوية خصوصا وهناك من يمثل الأخوة السنة في هذه المناطق وبالتالي نستطيع أن نضغط ونحجل الفساد المال والإدارة أما أن نبقى متفرجين بهذه الشاكلة أنا أعتقد أن هناك تعمد على استغلال المال العام من قبل بعض الشخصيات ومن قبل بعض الأحزاب السياسية وبالتالي هذا ما سيخلق برأيه ديكتاتورية سياسية سوف تعمد إلى تشجيع الفساد المال والإدارة وسيستمر على حساب حياة المواطن العراقي بالمناسبة لا يقف الموضوع هذا الحد أنا برأي حتى موضوع التعويضات أصبح موضوع سياسي بحث في هذه المناطق هناك تزوير وتلاعب كبير جدا وعلى علمي ردت آلاف المعاملات في موضوع مؤسسة الشهداء وقضايا تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية في هذه المحافظات هذا الموضوع يحتاج الآن إلى وقف من قبل الحكومة الاتحادية تحديدا السلطة التنفيذية من أجل الوقوف على مكامل الفساد وتحجيمه في هذه المناطق سيد أوراسي يعني خلينا نرجع شوي للوراء أنه لما يطالب سيد فضل الله من الأحزام أنت تكاتف طيب مو أكو بعض الجهات السياسية أثرت على حساب هذا الملف على حساب مصلحة المواطن بانتخابات 2018 تحولت هذه الأموال إلى دعاية انتخابية لمسؤولين يعني كثير من هذه المداخلات أو التداخلات خاصة وأن هذه الحملات كانت هي جمهور هذه المناطق النازحين والمناطق المتضررة والمناطق المحررة كان جمهور هذه الأحزاب بالتالي تم التلاعب على يعني معاناة هذا الجمهور الشوء من الممكن أنه لما تكون هناك أموال وفرة مالية نستثمرها لكن باتجاهها الصحيح حتى لا تعود للذهاب إلى جيوغ الفاسدين أستاذ أنا يعني هذا الموضوع هو مثير جدا هذا الموضوع يجب في وقت أنه الدولة يجب أنه تأخذ صعقة اتجاه الملفات الفساد المتراكمة في هذه المناطق يعني المال السائب اليوم أي واحد مثلا أنا اليوم عندي محافظة هاي محافظة نقول محافظة نينوة أو محافظة سين مني يكون تجيني حصة هاي الأموال بالإضافة إلى جزء منها من صندوق عمار المحافظات المحررة حتى لو الحكومة الاتحادية ما انطتني نسبتي من الأموال المخصص لهاي المحافظة وأخذ 2% من حصتي ورح تجيني الأموال من صندوق عمار المحافظة المحررة أنا مكتفي لأن ماكو رقابة ماكو متابعة والأموال رح أقدر أنا أوظفها وأخصصها وبالتالي أنا رح أبني لي مشروع مشروعا مجمع سكني على مدرستيا وخمسين سريرا بمستشفى ورح أصير أنا روبنهود داخل هاي المنطقة احنا حكومة يعني الاستعراضات الحزبية شبعنا منها وما باتت أنه ما تمشي على هواجس المواطنين لكن العزف على أوجاحهم والتكشخ على هاي المواجه مو اليوم مو وليدة اليوم اليوم أحنا من نقول أنه احنا دولة مؤسسات وندعم دولة مؤسسات احنا نطالب السلطة اللي هي تحاسب وهي تراقب وهي تسجن وهي تعدم أنه تدخل في هذا الملح يعني شون نشوف أستاذ أوراس يعني معطيات التلاعب بالأموال المخصصة لعادة أعمار المناطق المحررة هل يوجب إجراء تحقيقات شفافة برأيك توقف هذا الاستنزاف المالي توقع بالمتلاعبين في شباك الحساب والمعاقبة هذا الموضوع يعني هو تأسيس برنامج يعني بديهي ما يحتاج لتخطيط وما يحتاج لنجيب خبراء أنه احنا ندخل في هاي المناطق خلي نبدي في أحياء خلي نبدي في قضاء الطارمية اللي هو قضاءنا اللي أصبح قضاء عبارة عن معمل للنوتلة شتاءا وصحراء قاحلة صالح لتصوير فيلم الرسالة صيفا نجي على هذا القضاء نقول هاي القضاء شنصرفت لأموال ومن الجهات السياسية المسيطرة على القرار فيه ومن الجهات التنفيذية والدوار الخدمية اللي هي متحكمة في الأمور به نوجه سلطة من السلطة التنفيذية لجنة من المحافظة من مجلس الوزراء من مجلس اللجنة اللي يشكلها الجهد الهندسي اللي يشكلها محمد إشاعي السوداني ويتجه لهذا القضاء رح يروح يشوف مشروع المجاري عمر 12 سنة وما تم إنجازه مشروع المجاري بيه 70 مليار دينار مشروع الطارمية والتاج الكبير اللي عمره خمس سنوات وأيضا ما تم إنجازه جدا انصرفت على هذا المشاريع مثلا 120 مليار دينار التبير بالعمر مو بالإنجاز يعني لا هي 120 مليار دينار بالنسبة لأعمار انبنت بها دول انقامت بها كرنفال بمئتين وثلاثين مليار دولار وأصبحت يعني اسم هاي الدولة على خمسة مليار مواطن بالعالم اليوم من رح تتجه هاي اللجنة رح تقول هاي المشروع وين وين البناء التحتية وين من الشركات المنفذة من صاحب السطوة والهيمنة على هاي الشركات الجهة السياسية أقصدها لأن اليوم الجهات الحزبية الرقابية عافت دورها التشريعي في المتابعة والمراقبة ومحاسبة المقصرين في إنشاء المشاريع وأنجاز عملها وذهبت إلى الدور التبليطي اللي هو واجب السلطة التنفيذية نعم هنا يظهر عندنا دور إذا تسمحي أستاذ أوراس رح يظهر دور جديد عندنا أستاذ علي قبل قليل أنت حضرتك أشرت إلى أنه هيئة النزاهة البرلمان يأخذ مستوى المحاسبة والرقابة ولكن نأخذ حكومة الخدمات لما أخذت على عاتقها بالبداية مكافحة فساد وتقديم خدمات في هذا الملف تحديدا يشير السيد المشهداني إلى أنه يجب أن تكون هناك محاسبة ومكافحة للفساد ومن ثم صرف الأموال المستحقة لهذا الملف هذه الآلة رح تنجح لو قطعاً إحنا ما مخيريني سيد أحمد يعني من المفترض حقيقة النقمة الأكبر التي تلي بها العراق هي موضوع الفساد المال والإداري وشر الفساد المال والإداري قد يكون حتى أعتى من كوارث وابتلاءات الإرهاب بل حتى الإرهاب هو وليد الفساد المال والإداري في مؤسسات الدولة العراقية لذلك نحتاج إلى يقضى برأي يقضى ضمير ويقضى قانون من المفترض طريقة مراجعة الفساد والوقوف على مكامل الفساد لا أعتقد صعبة سهلة جداً فعلاً نحتاج فرق متخصصة من أجلسة متخصصة عندك هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالإضافة إلى اللجان البرلمانية إذا ما كانت جادة بالتعاون مع السلطة التنفيذية فإننا نستطيع أن نقف على مكامل الفساد خصوصاً وأن هناك تبويب من المفترض في الموازنات السابقة أنه هذه الأموال التي صرفت على أبواب معينة الراجع أنه حجم الصرف ويا هذه الأبواب فعلاً نتحقق لو لا وذا ما تحقق فنقف من هي الجهة التي كانت تقف فراء استغلال هذا المال لتحقيق منافع شخصية على حساب المال العام برأيي وأكرر الحكومة الحالية غير مخيرة بالنجاح يجب أن تنجح في تحجيم ما ليس القضاء في تحجيم الفساد المالي والإداري وأول خطوات التحجيم هو أن نراجع المشاريع الأقل القريبة في هذه المناطق وبالتالي نرسل رسائل طمأنة إلى المواطن العراقي على أننا جادون في موضوع المعالجة ونريد أن نكون قريبين حقيقة قريبون من الشارع العراقي من خلال تحقيق نجاحات في هذا الملف الفساد المالي والإداري طيب المسؤول أو الصندوق أستاذ أوراس في أقل من دقيقة لو سمحت الصندوق لديه فيه رئيس لهذا الصندوق هل من الممكن أن يشمل التغيير الذي طال الدرجات الخاصة هل هناك إشكال في الهيئة القائمة على هذا الصندوق أم أن الموضوع ربما أوسع من هذا المسمى هذا الموضوع محاصصاتي مسؤول الصندوق أتى بمزاج سياسي أتى بقرار من شخصيات لها رأيها وفارضة نفسها بالتالي أنه يقول لك هاي حصتي أنا ما أقبل أي شخص أنه يعني يشارك وياي بهذا الصندوق بالتالي تم تجير هاي الأموال الهائلة إلى جهات وإلى مناطق وتم إهمال مناطق أخرى وهذا الشي هو اللي ولد يعني ضغينا في قلوب المواطنين وداخل هوات جلس المواطنين أنه يقول لك أنه اليوم الجهات الحزبية والجهات السياسية هي صاحبة القرار والدولة هي في غبن وفي سبات عن هذا القرار وعن أنصاف هاي المجتمعات في إيصال الإعمار والمعونة لهم أشكرك شكرا جزيلا سيد أوراس المشهدان البحث في شين السياسي أتريت الحوار في هذا الملف وأشكر كثير لحضرتك الأساد علي فضل الله المحلل السياسي في أمين الفين رافقتنا وأتريت الحوار شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله